السلام عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديدة على قناتي وقناتكم سلام بيوتي ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبالنسبة للفيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة بنينة بزف كتعجب الكبير قبل من صغير كتساعد على اكتساب وزن زائد وعندها اكيد فوائد صحية كبيرة بزف كيف عودتكم دائما وصفاتي كنحاول ما امكن انني مشغل للعب على زيادة الوزن وانما المكونات اللي كنشارك معكم تكون عندها فوائد صحية على الجسم دي عنا وصفة اليوم قيمة الغذائية ديالة عالية جدا من ناحية سعرات الحرارية من ناحية الكربوهيدرات من ناحية البروتين كذلك الدهون عندها واحد الدور كبير وكبير جدا في زيادة الوزن وممكن ناخدها بطرق مختلفة يعني نتناولها باشكال متعددة مشغل بطريقة وحدها وهي سهلة مفياش بالزفج المكونات كلما نطور عليكم دخلوا مباشرة باش اكتشفوا مكوناتها وطريقة تحضير ديالة والكل من كيشد قناتي وكيك تشفها لأول مرة وبغا يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والآمنة معليه إلا تابونوا في القناة ديالنا بالضغط لزر الأحمر موجود اسفل الفيديو سبسكرايب سابوني او الاشتراك ما تصوش تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد انفوان حطوه واهم خطوة ما تبخلوش عليها بلايك تجيلكم بالبرتاج للفيديو كذلك والتعليق زوينا إذا الحبيب جالي غادي نبدأوا الفيديو ديالنا على بركة الله ونبدأوا باكتشاف مكونات وصفة لأوم أول مكوين غادي يكون معنا اللي هو الكوكاو أو للفول السوداني اللي كيتعتبر من أهم مصادر البروتين وغانيه جدا بطاقة بالإضافة إلى أنه كيحتوي على العديد من الفيتامينات ومن المعادن والمواد المغدية وكذلك مضادات الأكسادة كيقلل من الكوليستيرول دار LDL وكيزيد من نسبة الكوليستيرول النافع HDL وكيحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة خاصة حمض الأوليك اللي كيمنع بزاف جال الأمراض وكيساعد على النمو خصوصا نمو العضلات بالنسبة للقيمة الغذائية جالو الكوكاو أو للفول السوداني في 567 سعر حرارية طبيعي الحالة النسب اللي كان أعطيكم جال كل 100 قرام من الكوكاو فيها 567 سعر حرارية في 25 قرام جال البروتين 16 قرام جال الكربوهيدرات و50 قرام جال الدهون وثاني مكوين عديكم أنا في وصفة اليوم اللي هو حب العزيز من أقوى المكونات لعلاج النحافة ورائع جدا لزيادة الوزن وأنا شخصيا كان فضلوا الطعم والحلو وكذلك الفوائد الصحية للجسم بالنسبة للرجال هو كيرفع لهم من هرمون تستوستيرون وبالتالي كيرفع من معدل الخصوبة وكيمنع العقم عندهم أما بالنسبة للنساء فهو رائع جدا لتكبير حجم المناطق الأنتوية كيثد في حجم الصدر المؤخرة مفيد جدا للمرضعات لأنه يستعد على إضرار الحليب وبالنسبة للقيمة الغذائية جاله كل 100 قرام جال حب العزيز فيها 400 سعر حرارية وفع 63 جرام ديال الكربوهيدرات و 6 جرامات ديال البروتين والثالث مكوين غادي يحتاجوا معنا في وصفة اليوم اللي هو الشكلات بالنسبة للشكلات بزاف ديالناس واخدين واحد النظرة غالطة عليه كيتحبلون بأنه هو نوع من التسالي وأنه موضير الصحة ومعنده حتش فائدة بالعكس هو عنده فوائد صحية كبيرة بزاف لأنه الشكلات من مضادات الأكسدة ومضادات الأكسدة يعني كتقلل من التهابات في الجسم وبالتالي كتقلل كذلك حتى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية ومن غير هذا الشي كامل الشكلات كيقلل حتى من عوامل تقدم في السن يعني اللي كيأكل شكلات كيبقى دايما صغير حاجة أخرى أو لميزة أخرى كانة في الشكلات هو أنه كيحسن من المزاج وكيقلل من الاكتئاب لأنه فاش كنا ناكلوا حناية الكاكاو كترفع مستويات هرمون السيتارونين اللي هو هرمون السعادة وبالتالي كيقللنا من الاكتئاب ومن التوتر حاجة أخرى بغيت نقولها على الشكلات بزاف دي الناس كي يعني فاش كتدخلوها كتديرو شبحت كتلقاو الشكلات كينقص في الوزن ماشي كيزيد في الوزن ولكن اليوم أنا غادي أن تكون الطريقة الصحيحة هو كينقص في الوزن صراحة إلا كنا كنا ناخدوه بواحد الكيمياء قليلة يعني مثلا كنا ناخدوه واحد القطع دي الاشكولات في الأسبوع رأي هادي ما غادي تسببش نهائيا في زيادة الوزن ولكني لا كنا كنا ناخدوه بشكل يومي بواتيرة اللي هي كي بكتلكم استمره بشكل يومي أكيد كيزيد في الوزن لأنه حتى هو القيمة الغذائية دياله عالية جدا كل مئة قرام ديال الشكلات وغادي نوقف هنا عندو نقطة القيمة الغذائية ديال الشكلات ماشي كلها بحل بحالة ركتختلف بحسب نوعية شكلات لأنه كانت شكلات الكحال كانت شكلات اللي كيكون بالحليب كل شكلات والقيمة الغذائية دياله بنسبة للشكلات اللي كيكون اللون دياله أسود داكن كل مئة قرام منه فيها 647 سعورة حرارية يعني كيف تلكم القيمة الغذائية دياله عالية جدا في كذلك 8 قرام ديال بروتين و 46 قرام ديال الكربوهيدرات و 43 قرام ديال الدهون بالإضافة إلى أنه الكاكاو أولى شكلات فيه بزاف ديال فيتامينات كالا فيتامين آل فيتامين بي آن بي دو بي دخوة بي سيس و كذلك كالا فيتامين سي من بعد ما عرفنا مكونات الوصفة و دورهم الكبير في زيادة الوزن و هذا شيء يرجع القيمة الغذائية العالية ديال كل مكوين دبا غدي ندوسوا على بركتي الله باش نحضروا وصفة اليوم إذا الحبيب جالي أول حاجة غدي نقوموا بها غدي ناخدوا الكوكا وما الأفضل تاخدوا الكوكا والرومي لأنه نسبة الدهون اللي كتكون فيه كتكون كتر من الكوكا والبلدي غدي ناخدوا هو وحب العزيز غنديروهم في شمقيلة وغدي نخليهم يتحملوا غير واحد شوية مشي بزاف و من بعد غدي ندوس باش نطحنهم من بعد ما حملت الكوكا وحب العزيز غدي نديرهم في الكاس ديال موني ناكس و غدي نطحنهم غدي نبقاك نطحن فيهم حتى يطلقوا داك ليدان ديالهم كامل غدي نطحنهم مزيان كل مراي حاولوا ما امكان تسكتوا الماكينة وتحركوا داك الخليط يعني تجروه بالمعالقة باش ميبقاش لاسق لكم في الجناب ديال الكاس باش يتخلط كامل ووطحن مزيان غيري بدي تعلق معاكم داك الخليط داك الحب العزيز و الكوكا وكيف كتشوفوا معايا دا با غدي نضيف شكلات شكلات يمكن لكم تضيفوا اي نوع انتم ما كتفضلوا من تبالينا شخصيا كانت متوفرة عندي ماروخة في الدار هداك الشي على شذرة ماروخة توما ديروا اي نوع كيعجبكم ومن الاحسين يكون شي شكلات ليكون طعم دياله زوين باش هكا الوصفة جيكم زوين هي العموم غادي يكون بنينة لانو الكوكا والشكلات شي حاجة اللي اا ما نحتزع ما نهضر عليها كالجي رائعة جدا غدي نضيف كذلك واحد شوية ديال العسل وغادي نطحن كل شي مزيان حتي يتلق ديك اليدام دياله كلها ويتعلق هد الشي كامل ورجع تلقها معاكم وهدا وشكل ديال خليطة الحبيب جاليم بعد ما طحنتو مزيان راني زدتو حد شوية ديال زيت الزيتون للاسف ما تصورتش ليال لقتها اللي كتكن زيت فيها زيت الزيتون تمام الافضل تزيدوه باش هكا اولا كيساعدكم على انو الخليط ديالكم يطحن مزيان ويجي معلق وفي نفس الوقت اكيد كيزيد قيمة غذائية عالية لهذا الوصفة هدي وكيساعدكم حتى من بعد يلا بغيتو تناولو الوصف مهم الزيت كيبقى اختياري بغيتو تضيفوه كتضيفوه ما بغيتوش كتخلوه يا عالعموم الوصفة كتجي شوية عاقدي لما داتوش زيت الزيتون اما لابغيتوها تجي شوية معلقة وبهد القاوم هدا كيف حصلت لها انا اضيفو لها زيت الزيتون سفيك نفرغ الوصفة في شيء ايكون ديال الزاج ما الاحسن يكون الزاج سواء هكا شيء بواطة بحل هدي اللي درت انا او لا هد البواطة هاديرا عندي او لا هد زليفة عندي راها بالغطة او لا قرعة ديال الزاج مهم تكون الحاجة اللي انتم ما غتحطو فيها ديال الزاج وتحتفضو بها غير على بره مشي ولا بتديرو في تلاجة ما تديروش تلاجة نهائيا غير على بره لكيبقى صالح لانو ما في حتش مواد اللي هي غدي تخسروا لاشي حاجة بالنسبة لطريقة تستعمال هاد الوصفة هدي كيبكت لكم عندها طرق متعددة ممكن تاخدوها غير هكا الدهنوها في خبيز تفترو فيها مع الصباح تعطوها لوليداتكم لاني كيبكت لكم الوصفة صحية تاخدوها في القوتي ممكن ايضا تزيدوها العصائر ديالكم او لا شي بروتيني لك تغطي تحضروا تطفولوا هاد الخلطة هدي رائعة جدا وتساعد على اكتساب وزن زائد ممكن ايضا تديروها في السلطة ديالكم تزيدوها على الحلويات ديالكم شي حاجة اللي بنينا بزاف وصحية وعندها بزاف ديال فوائد واكيد دور الرئيسي والاساسي اللي كان دعلي في الفيديو هو انها غادي تساعدكم على زيادة الوزن جربوها غادي تعجبكم بزاف وما غاديش تصغنوا وعليها نهائيا انفو غادي تسالي غادي عادي تتحضروا واحدة اخرى لانها بنينة بزاف ورائعة بزاف بزاف وغادي تعطيكم حال نتيجة اللي هي زوينا وغادي تعجبكم الهنا غادي تكون زالت فيديو اليوم كنتماني وصفة اليومات قبل ما تخرجوا ما تنسلوا تدعموني بلايك ديالكم بالبرتاج للفيديو باش تعمل فائدة وكذلك ما تبخرش عليها بتعليق زمينا ديالكم اللي كانكون سعيدة جدا وانا كانقراها حتى نتلقى ان شاء الله فيديو جديدة وصفة جديدة كنقول لكم تهلا وفريوسكم كنبغي لكم بزاف بوسك كبيرة مني لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة